أهلا بكم إلى لقاء الأولى والذي نستضيف فيه الليلة المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي دكتور أحمد العبود حيث سنناقش معه التطورات الميدانية في ليبيا بعد استعادة الجيش لبلدة العزيزية وتضييقه الخناق على ميليشيات فجر ليبيا في محيط العاصمة طرابلس قالت مصادر ليبيا أن ستة قتلى بينهم طفلان وعشرون جريحا سقطوا في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية تابعة لميليشيات فجر ليبيا في منطقة سدادة القريبة من مدينة مصرات الليبية المصادر قالت أن تنظيم داعش هو المسؤول عن هذه العملية هذا وتستمر المعارك بين الجيش الليبي وميليشيات فجر ليبيا على مشارف العاصمة طرابلس بين منطقتين العزيزية وكبري الزهراء ميليشيات فجر ليبيا تقوم بقصف منطقة العزيزية بصواريخ جراد لمنع تقدم الجيش الليبي باتجاه كبري الزهراء والذي يبعد 17 كيلومتر عن مركز العاصمة طرابلس من جهته أكد مصدر عسكري أن مقاتلات حربية استدفت مواقع لميليشيات فجر ليبيا على أطراف مدينة طرابلس الآن ينضم إلينا من القاهرة المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي دكتور أحمد العبود دكتور أحمد أهلا وسهلا بك معنا إلى الأولى من سكاينيوز عربية بداية لو تضعنا في صورة الأوضاع الميدانية حاليا في طرابلس والمناطق المحيطة بها تحديدا العزيزية ما هو الوضع يوم الجمعة كان على أساس أنه 80% تحت سيطرة الجيش هل ما زل الوضع لما هو عليه؟ أول مساء الخير ولمشاهدي قناة سكاينيوز ولك سيدتي أحاول صراحة في عجالة أن أشرح الوضع الميداني لمجريات الأحداث في المنطقة الغربية وعلى وجهة تحديد عمليات الجيش في هذه المنطقة الجيش على غرار ما حدث في مدينة بنغازي يحاول الاستفادة من الأخطاء السابقة ويحاول صراحة عبر استراتيجية الاستدراج والإنهاك والاستنزاف صراحة أن يستدرج هذه الميليشيات إلى خارج العاصمة اليوم الجيش يسيطر على 30% من ما يسمى طرابلس الكبرى الجغرافية السياسية للمدينة تعلمي جيدا بأن أحياء شهيرة صراحة في مدينة لازيزية أو المدخل الغربي لمدينة طرابلس أصبحت تحت سيطرة الجيش سيطرة كاملة وطريق الآن مفتوح للوصول إلى قلب العاصمة إذا ما تم السيطرة على طريق المطار وكبر الزهراء وبالتالي الجيش صراحة استطاع خلال المدة الماضية وخلال العمليات وبخلال أيضا الغطاء الجوي الذي أوفره السلاح الجوي الليبي أن يعزل صراحة مناطق بعينها مثل مدينة الزوارة ومدينة الزاوية وأن يفرض عليها حصار أيضا في طريق الجبل ومن الخطة الذي يربط ما بين مدينة غريان وحتى العاصمة وهي الخطوط الاستراتيجية ومفاتيح العاصمة طرابلس استطاع الجيش صراحة أن يمني وأن يهزم الميليشيات هزيمة قاسية وكان نتائج هذه الهزيمة صراحة تشتت ميليشيات فجر ليبيا في محيط مدينة الزيزية اليوم أن تكلموا نحن على خط مفتوح للوصول إلى قلب العاصمة صراحة مسافة السبعة عشر كيلو ليس بالمسافة الطويلة إذا ما حسبنا بأن ميليشيا فجر ليبيا تعاني حالة من الانقسام حالة من التشتت سأكل هذه النقاط دكتور أحمد فقد دعني أتوقف عن نقطة حضرتك ذكرتها بأن الجيش الآن يتفادى الأخطاء التي تم ارتكابها في بنغازي هل ممكن تفصيل هذه النقطة قليلا الفروق ما بين العمليات التي شنت في بنغازي وما يحدث الآن في طرابلس يعني وهي وجهة نظر تحليلية صراحة تقبل أيضا المراجعة في مدينة بنغازي كانت عمليات الجيش تهدف صراحة إلى استدراج الميليشيات إلى منطقة بنينة التي صراحة عرفت بأن سنالجراد ليبيا والمدينة التي استطاعت أن تستنزف ميليشيات عفوا أنصار الشريعة وما يسمى مجلس شرع تهوار بنغازي خلال هذه المدة لم يكن هناك معلومات دقيقة حول حجم المسلحين الأجانب صراحة الذين خرطوا في هذه التنظيمات وهذه الميليشيات كانت القيادة العامة للجيش صراحة عبر مصارين المصار الأول إعدادي وهو ينخراطها في مواجهة التنظيمات الإرهابية وهو مصرح عملياتي والمصار الآخر وهو عدادي إعداد الجيش وتجهيزه عبر تشكيلات مختلفة حتى تستطيع أن تحصل معركة بنغازي ولكن تفاجعنا صراحة بأن المنظمات والتنظيمات الإرهابية وخلال العملية الطويلة صراحة التي استنزف منها كان هناك مجموعة من العمليات التي تهدف عند دخول الجيش أن يعمل التنظيمات الإرهابية على الأعمال التي تعود عليها في خلال حرب المدن وهي القناصين التفجيرات ما بين الحين والآخر المفخخات مناطق بالكامل وجد بها مفخخات وانت تعي جيدا بأن الحروب مثل هذه الحروب حروب المدن محتاجة إلى نفس طويل ومحتاجة إلى خطط ما بعد التحرير ينتكلمنا عن مدينة بنغازي حتى لو أن غدا حررت المدينة نحن بحاجة إلى خطة أمنية متكاملة لتأمين المدينة يرافق عملية التأمين انطلاق صراحة مصار تنموي لكون أن إذا ما انتهت الحرب غدا في مدينة بنغازي هناك إشكالية قد تطرأ وتجد الحكومة الليبية حكومة السيد أمضالة تني في مازق لكون أن هناك أحياء بالكامل مهجرة ولا يوزد لدى الحكومة حتى هذه اللحظة على الأقل على أقل التقدير رؤية لإعادة صراحة العودة بالنازحين وتوطينها في مناطق بديلة حتى يتم إعمار هذه المناطق بالعودة إلى موضوع العزيزية وترابلوس كنت قد ذكرت قبل قليل بأن هذه الميليشيات الآن ميليشيا فجر ليبيا يعني يشبها نوع من التشتط هناك صراعات شهدنا إقالة عمر الحاسي والحديث عن الصراعات اليوم هناك أيضا تغيرات إقليمية برأيك كل هذا كيف سيؤثر على وضعها خاصة وأنه توعدت بعملية عسكرية كبيرة لاستعادة العزيزية سيدتي هناك متغيرات خارجية ذات علاقة بالبيئة الإقليمية والبيئة الدولية هناك متغيرات داخلية يعني أول هذه المتغيرات صراحة للقسام الحاد صراحة ما بين الجناح الإسلامي المتشدد في ميليشيا فجر ليبيا ما يعرف غرفة توار ليبيا والدرع الغربية والمحسوبة على الجماعة ليبيا المقاتلة وبعض ميليشيات مصراتة ذات الطابعة الجهوية اللي هو المعروفة باسم درع الوسطى هذا في جانب في الجانب الأكبر والأوسح هناك القسام ما بين ميليشيا فجر ليبيا وانقلاب صراحة في المصالح وصل إلى درجة الصراع ما بين حلفاء الأمس ونأقص صراحة التحالف الغير مقدس ما بين ميليشيا فجر ليبيا وتنظيم أنصر الشريعة داعش ليبيا هذا الانقسام صراحة جاهدنا بوادره صراحة في الاشتباكات التي حصلت في سرط وأصبحت المواجهة متصاعدة اليوم مدينة مصراتة وعلى تخومها تشهد عمليات تفجير تتبنىها ما يسمى تنظيم الدولة وآخرها ما حصل اليوم على مفترق كوبريس دادا والتي استهدفت نقطة تفتيش تابعة لميليشيا فجر ليبيا بل أن العملية صراحة شهدت داخل مصراتة وأخصت هنا كتيبة 166 هذا في جانب آخر صراحة ميليشيا فجر ليبيا تعمل في نطاق جغرافي متسع ومتباعد وطرق الامدادات طويلة تكلمنا صراحة عن القوة التالتة التي تتشابك أو تشتبك مع الجيش الليبي في منطقة إبراك الشاري ومنيت بهزيمة قاسية عدد القتلى صراحة في تصاعد ملحوظ الانسحاب الذي تم عبر الوسيط الدولي وقصتهم الأمم المتحدة أعتقد بأن هذا الانسحاب كان شبه هزيمة لميليشيا فجر ليبيا في الحقول النفطية وفي المواناة النفطية طبعا الأمم المتحدة رعت هذا الانسحاب وخروج آمن لميليشيا فجر ليبيا من المناطق التي أصبحت بحكم الضرورة في حالة اشتباك مع تنظيم الدولة الإسلامية هذه في المنطقة الوسطى في المنطقة الغربية صراحة شبه إقالة سيد عمر الحاسي وحجم الانقسام الحاد ما بين الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين من جانب وميليشيا فجر ليبيا دراع الوسطى والقيادات الجهوية في مصراتها انعكس بالضرورة على حالة التشتت صراحة في المنطقة الغربية لدرجة أكاد أزم بأن ميليشيات فجر ليبيا المحسوبة على مصراتها انسحبت من المعارك والاشتباكات التي تحدث في اليوم في طرح هذا في ظل أيضا الحديث عن تنظيم الدولة يا دكتور أحمد هناك من يتنبأ اليوم بأن هذا التشتت وهذه الصراعات ستكبر بظل نقص الإمدادات وأن تنظيم الدولة قد يقضي على هذه الميليشيات هل من مصلحة الجيش الليبي والحكومة الليبية اليوم فعلا أن يتم القضاء على هذه الميليشيات على يد داعش يعني صراحة كلا الطرفين يصنف بأنه عدو الطرف الأول عدو ممكن الاتفاق معه وهو ميليشيا فجر ليبيا والميليشيات التي ليست لها أجندة داعش العدو الثاني وهو نصنفها نحن صراحة بأن ميليشيات انقلبت على المصاري الديمقراطي وبأنها صراحة مطاردة بحكم القانون الليبي لكون أنها خارجة عن القانون العدو الثاني يندرج تحت المنظمات الإرهابية وأقصد هنا تنظيم الدولة الجيش الليبي صراحة وجه عديدا ومرارا وتكرارا نداءات لميليشيا فجر ليبيا والعقلاء في بعض المناطق ومن مدينة مصراتة بأن العدو المشترك الذي لا بد أن يواجهه الجميع هو تنظيم يسمى داعش الذي يتمدد تمدد من درنا هزم في بنغازي انسحب من إجدابيا تمركز في سرد يتمدد باتجاه الغرب الليبي باتجاه سبراتا وطرابلس إذن على الجميع أن يدرك بأن هناك عدو مشترك لابد أن نواجهه وهو صراحة التنظيمات الإرهابية وداعش والتنظيمات التكفيرية ولكي نستطيع أن نجد معادلة المواجهة على الجميع أن يقتنع في ميليشيا فجر ليبيا صراحة والأخوة في غرب البدال بأن هذا العدو لا يعترف بوطن وبأن من صالح الجميع ومن صالح الوطن صراحة أن تلتح من أيدي وتشابك من أجل مواجهة هذا العدو وهذا يتم عبر صراحة آليات واضحة ومنها فك الاشتباك الارتباط نهائيا مع هذه التنظيمات الإرهابية المساهمة عمليا وإجرائيا وفق لترتيبات يشرف عليها الجيش البيبي في مواجهة هذا الإرهاب الذي يتمدد في غرب البلاد وقد يجد في المناطق الجنوبية حاضنة طبيعية ومأوى وحامية جغرافية لوجود قياداته التي صراحة منيت بهزيمة كبيرة على الجميع أن يدرك بأن الخطر الحقيقي الذي يواجه ليبيا ويهدد وحدتها الترابية هو هذه التنظيمات الإرهابية نعم أشكرك جزيلا الشكر من القاهرة المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي دكتور أحمد العبود شكرا جزيلا لك على مشاركاتك معنا في الأولى إذن مشاهدين نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا بشأن الأوضاع الميدانية في ليبيا بعد سيطرة الجيش الليبي على العزيزية محمد عبد الله على تويتر يقول العزيزية هي مفتاح استعادة السيطرة على طرابلس وخصوصا مع الدعم الذي يتلقاه الجيش الليبي من الأهالي عماد الطرابلس من جهته يرى أن الجيش لم تبقى له صوى طرابلس لتطهيرها من الميليشيات والشعب الليبي يساند الجيش في عملياته أما علي فوزي فيعتقد أن العزيزية لا تزال تحت سيطرة فجر ليبيا وما يحدث مجرد منوشات حولها سلام الشافعي على فيسبوك يقول سيطرة الجيش على العزيزية تقوية لموقفه على الأرض وللسياسيين في الحوار أخيرا هاني حكيم يرى أن الحوار السياسي هو الحل فالحرب سجال وجولة هنا وأخرى هناك ولن تحسم قضية أو تحل أزمة شكرا